صباحكم الله الخير أنت قهوة من القهوة الكولومبية هذه القهوة الكولومبية السنة الماضية يعني السنتين الماضية تقريبا صار لها تطور قوي جدا والكل ملاحظة يعني قبل سنتين ما كان قليل القهوة الكولومبية بالمحامس المختصة لكن في السنة الأخيرة انتشرت انتشار قوي جدا والسبب أنهم طوروا من طرق المعالجة فأكثر القهوة اللي انتشرتها لأيام هذه تيجي مخمرة فهم بدوا يلعبون على طريقة التخمير هذه من القهوة المخمرة يخمرونها يعني من 15 ساعة إلى 100 ساعة أو بعضهم أكثر قبل التجفيف يعني أول ما يكتفون الثمر هذا الثمر البن يحطونه في براميل ويشيلون عنه الهوى فتكتسب هالطعم اللي صار فتكتسب الطعم من هالعملية حالي فصار يجينا قهوة كولومبية فيها فاكهية قوية بعضها تذوق فيها طعم الفواكه اللي مخمرينها مها فيجيك قهوة مثلا فيها طعم موس قهوة فيها طعم أنناس قهوة فيها طعم قرفة هذي مهيب من الحامس ولا هيب من الزراعة هذي من عمليات التخمير اللي اللي جالسين يسوونها ويضيفونها للقهوة وللاسف بعضها يعني وصرت حد المبالغة يعني أفقدت القهوة من كون أنها قهوة ولكن هذا ما يعني أنهم طوروا شيء كبير وخلوا السوق يمتلي من القهوة الكولومبية بعضها يجي مكتوب عليها مجففة يعني حتى من المصدر لما تشتريها وهي خضرة مكتوب عليها مجففة ولا مغسولة ولا عسلية ولكن هي قبل التجفيف أو قبل التجفيف أو قبل الغسل منقعينها أو مخمرينها بسوين لها الفرمنتيشن هذا فتكون مجففة أو تكون مغسولة وهذا صحيح يعني ما هو بني مكتوب عليها مجففة معناته أنها لا المفروض أنه يكتب عليها مخمرة لا هي خمرت بعدين جففت أو بعدين غسلت أو بعدين عالجوها بالطريقة العسلية فبعض الناس يكتب أنها مجففة لا هوائي بعضهم يكتب أنها مجففة بعضهم يكتب أنها مغسولة ولكن يعني حتى إذا كتب عليها مجففة بعضها يبين عليها طعم التخمير أذكر جاء واحد من المزارعين السعودية أيام أضقه أشوكالات كولومبي فسألته قلت له يعني شلون كاتب عليها مجففة فيها طعم التخمير قال لي أنا مخمرها 60 ساعة فحتى المزارعين يكتبون أنها مجففة وهم مخمرينها لأنها فعلا هي بعد التخمير جففت وبعد التخمير لسلت وبعد التخمير فذا يقوم مع التايمور عندنا هنا قهاوي بعدة معالجات مختلفة هنا مخمرة بعدين مجففة يعني يكتبون حبة البن بعدين يخمرونها داخل السطور بدون أكسوجين يحطون عليها ثاني أكسود الكربون بعدين يطلعونها ويجففونها هنا لا مجففة مباشرة يعني يكتبونها من الشجرة ويحطونها على سره بالهواء تنشف من نفسها ثم يقشرونها هنا لا هنا مغسولة يكتبونها من الشجرة بعدين يقشرونها كاملة ويغسلونها ثم ينشفونها ثم يكيسونها بالأكياس هنا عسلية العسلية تكون نص قشر يعني ما يقشرونها كاملة لا يخلون فيها طبقة عسلية فيها زي السكر حاليها تكون ثم يجففونها بالطبقة هذه يعني بين هذه وبين هذه تقريبا يتركونها تجف بالطريقة هذه العسلية فتسمى عسلية موسيقى ن Ciao لقد هل إمجحت مرهنها؟ لقد هل اعدتها؟ موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر